إذا كان صحيحا أن هذه المخيمات هي مخيمات لاجئين أكراغ عراقيين سلميين وهم عوائل لكن صحيح أيضا بأن الجماعات المسلحة التي تصنفها إيران بالإرهابية استغلت هذه المخيمات من أجل تسليح نفسها والانضمام إلى هذه المخيمات التي تتكون وتتشكل من مدنيين سلميين لكن بشكل عام في نهاية المطاف هذه المخيمات أصبحت خطرة تهدد الأمن الإيراني لأن هناك وثائق إيرانية سلمت للحكومة العراقية في بغداد وسلمت أيضا لحكومة الإقليم بأن هذه الجماعات تتخذ من هذه المخيمات منطلقا من أجل تهديد المدن الإيرانية وتحديدا خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيران العام الماضي بمناسبة وفاة المرحومة مهزة أميني كان هناك دور كبير لهذه الجماعات لنقل السلاح وتسليح عسكرة الاحتجاجات السلمية التي كانت في المدن الإيرانية دعني أشير في هذا إلى ما قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جو بولتن قال لإذاعة البي بي سي بشكل واضح قال بأنه يعني هو قال إننا يعني هو هو من يقصد إننا لا أدري لكنه قال بأنه كان ينقل أسلحة إلى داخل أراضي إلى إقليم كردستان العراق ومن إقليم كردستان العراق تهرب الأسلحة هكذا قال قال تهرب قال تهرب الأسلحة إلى داخل الأراضي الإيرانية وبالتالي هناك الكثير من المشاهد والأدلة والوثائق التي تدل على وجود مثل هذه الحركات المسلحة خلينا أقول النقطتين وبالتالي حتى الآن حكومة الإقليم في أربيل اعترفت نعم أنا باقي مع حضرتك يعني حضرتك قلت أنه اللي صاير أن هذه الأحزاب هي تقوم بإعطاء السلاح لكن لم تثبت طهران بأن هذه الأحزاب تضرب من داخل الأراضي العراقية تضرب إيران هذه الحركات هي تدخل وتهرب السلاح وتهرب عناصر إلى داخل المدن الإيرانية وتقوم بأعمال وقتل الكثير من عناصر الحرس عناصر الجيش مدنيين آمنين قتلوا في الكثير من المدن الحدودية الموجودة على الحدود المشتركة بالقرب في كردسان إذن التهمة الرئيسية تهريب التهمة الرئيسية هناك معسكرات وتدريب التهريب تهريب العناصر وتهريب السلاح والنقطة المهمة الأخرى وجود معسكرات تدريب تمتلك السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل في إقليم كردسان العراق وهناك قنوات تلفزيونية دخلت هذه المعسكرات وعرضت أفلام فيها سلاح ثقيل وفيها سلاح متوسط أيضا ولا يقتصر على السلاح الخفيف الذي تبتلكه المخيمات للدفاع عن نفسها كما يقول تقول بعض الجماعات المسلحة الكردية الإيرانية في هذه المنطقة وبالتالي كل الشواد أنا أردت أن أقول بأن حتى إقليم كردستان وحكومة الإقليم الآن أيضا باتت تعترف بأن هذه المخيمات هي مخيمات تحتوي على عناصر مسلحة ومراكز تدريب ومراكز عسكرية وتنقل السلاح وتنقل العناصر وهي تدرب عناصرها ونبتالي يتحدد الأمن الإيراني وعطيك وقت أكثر بالفقرة